ايه، OnePlus 9 Pro لا جديد يعطيكم الصح والعافية معكم أحمد بوعريكي تأكد إذا أنتم ومشتركة رأي تضغط على الزر الأحمر وتفعل جرس التنبيهات كون من أول يشوف الفيديوهات إيايا وإذا أعجبك هذا الفيديو أعطى لايك إذا ما أعجبك أعطى ديس لايك ولا تحرمي وجودك بالتعليقات ودائما المشكورين على الدعم خم بلاش نتكلم حين عن OnePlus 9 Pro هل هو جهاز ممل لما أقوله أنا لا جديد لا مو جهاز ممل بس بالنهاية ما أحمسني بشكل وايدي كبير الشيء الوحيد الذي أحمسني وقلت هذا الشيء ووقت الإطلاق وهو أكيد كاميرات Hasselblad اللي بشراكة مع شركة Hasselblad اللي ما يعرفها شركة عريقة بالمجال الكاميرات والعدسات والبصريات الكاميرا اللي صوروا فيها على القمر كانت من ماركة Hasselblad والشيء الثاني الذي أحمسني وهو شاشة LTPO 2K 120Hz مع رفرش ريت جدا جدا عالي وتوتش ريسبونس هم بعد رح يعطيك أداة وايد وايد ممتاز تم الإعلان رسميا عن الوون بلس 9 برو لما إنت استعملت التليفون أحيان أعطاني تجربة مستخدم أرواح لما تقول أنت لاته الجديد مو معناته هذا شيء سلبي كثير من أنه هو مو شرط لازم يكون يحمس عشان يكون تليفون مناسب أقدر أنصح أي واحد يفكر أنه بيأخذ الوون بلس 9 برو اخذ الوون بلس 9 برو بس إذا كان عندك الوون بلس 8 برو تخش فلوسك الفروقات مرح تكون وايد كبيرة بس إذا أنت كنت قاعد تفكر أنك ترتقي مثلا من الوون بلس 7 برو ووون بلس 7 تي كان عندك حتى تليفونات من شركات ثانية نفس شاومي أو سامسونج أو ما أقدر أقول واوي الوون بلس 9 برو رح يكون خيار جدا جدا موفق لأنه بنهاية رح يحط لك الصح على كل الأمور اللي أنت تبهها شاشة ممتازة كاميرا تقدر تعتمد عليها بوضاعها كثيرة رح نراجعها بشكل معمق بعد شوي بطارية ولا أروع شحن سريع جودة تصنيع ممتازة وعالية وأنا أشوف لغة تصميمها مبعد حلوة مع طريقة الكاميرات اليديدة وستيريو سبيكرز مقاوم للماء والصدمات سعره مناسب مقارنة بالتلفونات الثانية الموجودة أحدث معالج سناب دراجون 80882 12256 كل هالأمور رح تكون موجودة على هذا التلفون عليش ممل أحمد مو هذه حالة كل التلفونات الموجودة بالسوق بالضبط عشان شديد ممل حالة حالة كل التلفونات الثانية الموجودة بالسوق لا يبلك شيء يديد على الساحة فعلياً عشان شديد قاعد يقول لا جديد بس خذ ركز على الأشياء اللي أنا حمستني لما تم الإطلاق الرسمي مع التلفون وهو أكيد الشاشة مع الـ LTPO اليديدة اللي ما يدري شون يعني LTPO معنات أن الشاشة رح تقدر تعطيك رفرش ريت ما بين 120 هرتز وال 1 هرتز علشان تحافظ لك على أداء البطارية ويشتغل بشكل مناسب شايفين الشاحن يا جماعة الخير؟ كما أنا عندي الحين؟ 46% ترى أنا صالي يومين مشاحن التلفون وجهز كبير من هذا الشيء بسببت شاشة الـ LTPO إذا أنا كنت أحتاج أن التلفون يكون سلس من ناحية أنه يعطيني رفرش ريت العالي تلفون تلقائي رح يعيري الشاشة أنه توصل إياك لـ 120 هرتز إذا أنا كنت مخلي الشاشة تكون ايدل نفس هذا الشكل رفرش ريت ما لها رح يكون 1 هرتز عشان ما يستهلك لكم البطارية سمارت 120 هرتز LTPO فهذا الأمان يخلي تجربة المستخدم لها الحين ولا أروع ولمس ما لها سلس وتحس بالتلفون أنه قاعد يستجيب منك لأنه سيكون هم بعد 240 هرتز وهذه الأمور كلها تخلي تجربة المستخدم تكون وايد وايد ممتازة وما يستهلك لك ولا يصرف لك من البطارية بشكل وايد ملحوظ يعني أخذ خلقكم الحين على الباتريا لشان تستوعبون أن أنا فعليا فعليا صالي الحين 1 day and 21 hours بكمل الحين يومين على شحنة واحدة بس طريقة أنا قاعد أستعمل التلفون لما أركب السيارة هذه الشحنات الصغيرة اللي قاعد تشوفونها لما يكون شابكة التلفون على الاندرويد اوتو لما يكون قاعد أطلع وأحتاج خرائط جوجل هذه الشحنات اللي هي قاعد تكون موجودة اللي تشحن التلفون بشكل بسيط بس الوقت اللي أنا أكون فيه بسيارة إن كان 10 دقائق 20 دقيقة وبعدين يشيله عن الشاحن وتم معاي للحين 45 بالمية على شحنة واحدة طبعا هذا ما تقدر أنت تعادل معنا رقم 3 ساعات 37 دقيقة وله حين عندك 45 بالمية من البطارية يعتبر رقم جدا ممتاز بس لأنك قاعد تحط على الشاحن بشكل مقطع هم بعد قاعد يساعد من ناحية البطارية ويساعد من ناحية النظام المرة ثانية ككل لم يتيت استعملها ولا علاقة بشكل كبيره أكيد معالج سناب دراجون 888 اللي هو المعالج اللي راح يكون موجود على التريفون خلنطلع واندي شي هناك سناب دراجون 888 عندي هنا هنا نسخة 312 مع 256 فلود ديس بلاي 120 هرتز لسمارت اليديدة حجم شاشة 6.7 طبعا الحلو في الموضوع أن أعليه آخر تحديثات التي تقدر تحصلها من أندرويد بس اثناء السيكوريتي باتش مارش نحن بشهر 4 بس راح ينزل يعني بالأيام اليايا واللي عجبني في الموضوع أن النسخة موجودة معايا نسخة الولايات المتحدة ولو تدقيق عندي 5G شغال مع الـ Voice Over LTE اهلانا ليش قاعد طرق بهذا الموضوع على التريفون هذا بالذات لأنه فينا سوايد من متابعيني بالكويت بالتحديد قاعد يقولون أحمد ما نشتغل معانا الـ Voice Over LTE مع الـ 5G او اشتغل بس الـ Voice Over LTE بس الـ 5G ليحب ما صار له تريجر وهو مفروض يشتغل لأنه كان الـ One Plus 8T و One Plus 8 Pro و One Plus 8 تم تفعيلهم حتى النورد من فئاته ولي صار معايا أنا لما ايت الامارات شغلت الـ One Plus 8T و One Plus 8 Pro لا VOLTE ولا 5G كان شغال بس لما ايت شغلت على One Plus 9 Pro اشتغل معايا ربي لك الحمد يعني احمد ربي على هذا الشيء مع أن عندي شباب خذوا نسخة الهند ونسخة بريطانيا وما اشتغل 5G بس اشتغل Voice Over LTE فإذا انت كنت بالامارات وعندك كرت شريحة دو اخذ نسخة الامريكية 5G مع VOLTE شغال والشي الثاني اللي احمسني بالعلان الرسمي كان وهو سالفة الكاميرات الان ستتب الكاميرات سيكون يديد عندنا هنا من شركة One Plus وغير طبعا الشراكة الموجودة مع Hasselblad عدسة اساسية ستكون 48 ميجا بيكسل سنسر يديد وعندك 50 ميجا بيكسل سنسر الزاوية العريضة عشان شريحة هيئة الكاميرات بهذا الشكل فعلينا انت عندك كاميرتين اساسية 48 و 50 ميجا بيكسل زاوية العادية مع الزاوية العريضة وعندك بعدين كاميرتين تحت انا اشوفهم واحدة منهم زيادة عدد والثانية ستكون Telephoto Lens ولكن ما هو وضعهم بذات ان عندك الليزر Autofocus وهذا مايك وبعدين عندك هنا مبعدول LED Tone Flash خراويك تصور التليفون بأجواء طبيعية أكيد ولا أرواع صح داناميك رينج ممتاز السماء الزرق الحيشيش أخضر ما عندك اي مشكلة في عندك حدة كافية حتى لما تتقرب وتزوم راح تلاحل كاسعف على النخل يعني كاميرا وايد أداءها مناسب وايد أداءها ممتاز بالأجواء الطبيعية وهذا شيء متوقع المفروض اليوم اي تليفون تاخذه بالأجواء هذه المفروض يعطيك صورة ممتازة من ناحية الحدة ومن ناحية الداناميك رينج والألوان التي تكون هي متشبعة يا أقرب للطبيعة يعتمد على ذوقك ففعليا انت تدور على الضغط لما تكون عندك الأجواء مختلفة نسبيا هنا عندي اجواء كانت طبيعية ولكن كنت تحت لذلال لو تلاحظون الصورة من ناحية الحدة واحدة من أكثر الصورة التي لها تفاصيل اللي الأمانة أنا صورت فيها بشكل جدا جدا طبيعي لو أزوم مثل ما انتم شايفين ليه الآن قاعد تشوفون حدة من القوانة اللي موجودة هنا السحلية يعطيك تفاصيل وايد ممتازة لما أنت تتصور وهذا بسببت البيكسل باينينج اللي يستعملوا بها شركة وون بلس واكيد الكلابريشن مع هاسوبلاد من ناحية اشترون تقدر انت تتعدل الألوان وهذا جزء وايدي كبير من الشراكة ما بين شركة هاسوبلاد مع وون بلس الشراكة ما بينهم يا جماعة الخير كلفة شركة وون بلس 150 مليون دولار امريكي على مدى ثلاث سنوات عشان هما يطورون كاميراتهم هذا معنات ان هذا أول جيل من الشراكة ما بينهم ممكن يشوفها الشراكة تتطور مع الأجهال القادمة هل مكان الصحيح وهم قاعد يحاولون يطورون الموضوع؟ ايه؟ الألوان قاعد تتحسن ما عندها شركة وون بلس حدا من قبل بس كون الألوان صارت طبيعية أكثر بالذات من ناحية الوايت بالانس والإكسبوجر انا اشوف ان صارت التصوير مثالي واسهل حق الناس انها تتقبل الصور التي تلتقطها من كاميرات وون بلس بس بالنهاية لا جديد فطبيعي راح تتوقع ان انت تتحصل صور بهذه القوة بس المو طبيعي في الموضوع بالنسبالي هو الزاوية العريضة خمسين ميجا بيكسل راح تحصل هم بعد تفاصيل جدا ممتازة تباين الألوان شوف الدايناميك رانج من ناحية الزاوية التي تقع تصور فيها هذا الشي ما تحصل انت عادتها على تلفونات وايدي كثيرة لان الكاميرا الزاوية العريضة تكون شيء ثانوي مو شيء أساسي هذا صوير من ناحية البورتوت مود مع كاميرا الخلفية حق هذا البغبغاء تشوفون حدة الألوان جدا ممتازة تباين ما لها هم بعد روعة الغباش اللي موجود من الخلف راح يكون انطبق بشكل طبيعي أكثر مع ان هنا صوب الاخيارة مثل ما انتم شايفين مبين ان فيه تدخل من ناحية الذكاء الاصطناعي بس بشكل عام عندما تطالع صورة مع الغباش يبين لك ان الصورة طبيعية بشكل اكبر وهذا مرة ثاني بسبب تدخل حاسبلاد مع تحسين حق الصور هذه مع الزاوية العريضة بدون بورتوت مود تشوف التفاصيل مرة ثانية من الكاميرا حتى عندما تتزوم تشوف الريل ما للبغبغاء ما شاء الله يعني شون التفاصيل زيادة ستقدر تحصلها مع الانوان انها تكون طبيعية بس انا بالنسبة لي الحكم الفعلي اذا الكاميرا كانت ممتازة بغير ان انا اصور عيالي وهم قاعد يتحركون اللي بهذا التليفون قدر تسيط شم لقطة وائد حلوة عيالي وهم قاعد يتحركون او اكيد شلون التليفون بالتصوير الليلي هل يعطيك نويز عالي هل هو يحسن لك الاضاء بشكل افضل شوفوا معاي هذه اللقطة مصورها بالليلة شايف السمشان صارة زرقة هنا كان بعد صلاة المغرب فاكيد مو ليل ظلام الدامس بس شوف الحدة اللي انت تقدر تشوفها بالسعف كلمة وقوف وستوب موجودة هنا من الخلف التفاصيل الزيادة اللي يعطيك اياها من ناحية الحدة مرة ثانية تقدر تعد الورق الموجودة هنا والالوان الطبيعية هذه الصورة بالضطم ثمانة كنت تشوفها بعين المجردة لها الدرجة الالوان طبيعية وهني بالزاوية العريضة عطتني نفس النتيجة بس مع زاوية اعرض وهذا شي ممتاز كون ان انت حين صار عندك كاميرتين فعليا اساسية تقدر تحصل فيها ناتج صور يكون دودتها جدا عالية هذا مرة ثانية هنا نشوف الحدة شلون عالية حتى مع الاضاءة لما تكون منخفضة وتباييما ان الالوان ما عنا عندنا هنا انا اتعملت تصور هاللقطة علشان يبينلك لون الورد وبنفس الوقت تقدر تشوف التفاصيل اللي موجودة بالظل حق الخلالي موجودة هنا من الخلف هذا شي ممتاز ومو عادة ان تحصل بكل الكاميرات وبهذا الشكل صورت شم لقطة في القرية العالمية لما كان الوضع ليل دامس فعليا ومع الاضاءة اللي موجودة هنا اللي التليفون عطاني تصوير وفي الممتاز الآن نقلر فلير اللي انت ممكن تحصله من الاضاءة مثل ما انتوا شايفين يعطيك هذا البوكة اللي موجودة هنا صدقني هذا كلام من البصريات الديدة اللي موجودة وتحسين من ناحية العظاءة اللي موجودة عندك حق حسذ التضابط وتدخلها من ناحية الذكاء الاصطناعي Tribunal وبنفس الوقت لما تتطالỏ عن طالع ال لافتات اللي موجودة ولاما تطالع الاسود السواد الموجود وتباين الألوان ما بينه وما بينه شيء يكون يمك هنا فعليا تستوعب كثير تباين الألوان والكونتراست ريشيو راح يكون ممتاز حق هذا الكاميرا مع التصوير ما لها شغلات ما تتوقع أن تكون موجودة بتليفونات وون بلس عشان شديد بالنسبة لي هذه الكاميرا هي أحسن كاميرا شركة وون بلس حطتها على تليفونها هي يمكن ثالث أو رابع أحسن كاميرا فعليا جربتها هل هي تصور نفس السامسونج جالاكسي اس 21 أولتر عسابي للمثال أغلب الوقت راح تحصل تصوير وايد مرضي بالذات بالإضاءة اللي تكون طبيعية أو حتى بالليلية بس الاس 21 أولترا اللي اللي احين يعطيك تصويري يمكن يكون أفضل لما قارنها مع الآيفون لما قارنها مع جوجل بيكسل 5 ايه في لقطات كنت أنا أفضلها من كاميرا الحاسل بلاد وجهز الكبير مرة ثانية يرجع حق الكلور كوركشن اللي تعطيك يا شركة حاسل بلاد بالصور إن كان على الزاوية العادية أو الزاوية العريضة وبالذات مع الأجواء مثل ما انتم شايفين تكون بالليل اللي النويز شبه معدوم مو موجود نهائيا مو موجود وهذا يخلت جودة التصوير مثل ما انتم شايفين حتى هنا يعني شبه ظلام دامس قاعد يعطيك تفاصيل وايد ممتازة وشي المفروض يكون موجود بتليفونات اليوم احنا من ناحية الكاميرا الأمامية راح تعطيك هم بعد تصوير ممتاز وحدة كافية كثافة بيكسلات هم تعتبر كافية 16 ميجا بيكسل والغباش اللي راح تشوفها عند الشعر وعند بالذات اللحية من ناحية الحدة راح تكون مرضية وفي بسيط ديناميك رينج معنى هذا الموضوع مرات تيأثر من ناحية الخلفية اللي تكون موجودة وراك بس ما كان عندي مشكلة تماما من ناحية البرورتوت مود اللي تقدر تحصلها على الوون بلوس 9 برو فالنقطتين اللي انا كنت متحمس لهم اعجبوني مخذلوني كاميرا اعجبتني الشاشة اعجبتني باجي الامور لانه هي لا جديد تتوقع انه هي تعطيك اداء ممتاز وعطتني اداء ممتاز النظام النظام التشغيل سلاسة النظام اللمس التوتش ريسبونس حتى صوت السماعات مقامة المايرو الغبار جودة التصنيع العالية هل امور هذي كلها ولا اروح انا بالنسبة للبونس كان 5 جي مع فولتي ان اشتغلت على النسخة المايرو لان انا كنت متوقع ان اوكي بيوصلني التليفون ما رح استفيد من الشاحن لان على فكرة مع التليفون رح ييش شاحن 65 واط كون انه هو شاحن امريكي بس ام وما رح احصل حتى فولتي او 5 جي على التليفون بس ربي لك الحمد حصلت 5 جي حصلت Voice Over LTE واستفدت من الشاحن حيك شغلة ما جربتها جيل السابق بس جربتها مع جيل اليديد وهو هذا الشي العجيب الورب تشارج الوائرلس اللي وون بلس تقدم لك يا الحين رح يكون بروبايتيري معناه لما تتركب انت التليفون عليه رح يستقبل 50 واط لما تحط على شواحن لاسلكية ثانية طبعا ما رح يشحن لك 50 واط ولما تحط تليفونات ثانية على هذا الشاحن رح يعطيهم فقط 15 واط ما يعطيهم السرعة الجنونية 50 واط اللي تقدر انت تتحصلها الان داخل العلبة ما رح ييويها بريك فاضطريت ان انا استعمل 65 واط ليت مع التليفون واشتغلت؟ عادي ما بين 240 و 120 فولد فكل تحتاجه هو ادابتر تركب صوب هنين لان صوب بين دايب سي بصوب الثاني هنين يبلش السحر تقدر تشحن التليفون سرعات جنونية بشكل لاسلكي كن ان التليفون يشحن لك بشكل سلكي 65 واط على شاحن لاسلكي 50 واط فعليا اسرع من تليفونات كنت اشحنها بشكل سلكي ان كانت سامسونج ايفون او غيرها من الشركات اللي يتيبلك تليفونات تكون بالشواحن المتواضعة 25 واط والا 20 واط هذا التليفون يسحقهم من ناحية سرعة الشحن الحين هل اثر على البطارية ولا لا؟ الا حتى ان المروحة الموجودة باسفل هذا الشاحن او القاعدة مالة الشاحن تشتغل بشكل مستمر بس بصوت هادي واضي ما كان صوت عالي او مزعج فإذا انت كنت من الناس اللي اضعوا التليفونا ويشحنين مراسا ما رح يزعجك بس لما Aut好ها راح تستوعب أو WH Chan'skan سوف تستوعب او لما ت другها على الشاحن والما الروحة تطفي رح تستوعب ان كان فيه صوت بس ثم بنفس الوقت احافظ لك على حرارة التليفون بشكل ويدي كبير فتوزيعة الحرارة حتى ان كانت على Brick ما رح تحس فيها بالتليفون ظهر التليفون سيتم عادي مال رح تحس ان اوه في حراره بظهر التليفون لا 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 ما بين البرك وما بين المرواحة الموجودة على الشاحن فعليا ما رح تحس بحرارة التليفون حتى لو تشحني بشكل سريع وهذا توقع هم بعد يرجع حقه كولينج تشيمبر اللي موجودة هني مع شلون هما سووا لك يا هذي السنة تحديدا شركة ون بلس عشان يقللوا لك الحرارة إن كان حق الألعاب وغيره طبعا من ناحية الألعاب ما علي كلام ون بلس من أفضل التليفونات اللي ما يتطرقون حق هالشي بشكل يمكن ويد كبير اللي تصلح حق الألعاب عداها العب يا جماعة عجبني التليفون للأمانة أقدر أنصح مرة ثانية اي واحد يأخذه مع ذلك كان عندي كون بلس اي برو كل الشيء اللي انت رح تتوقع بهذا التليفون رح تكون موجودة عليه أنصحك تاخد لون الأسود اللي موجود عندي هني مثل ما انتوا شايفين مراية ممكن يبصم مع أنه يعني مع استخدامي حق التليفون أول أيام استخدمته يمكن بدون كوفر مثل ما انتوا شايفين ما يبصم بشكل جنوني يعتمد على الزاوية اللي انت تشوفها بس رح يبصم فانصحك لما تأخذ التليفون اخذوا يا كوفر أنا عندي اللونين ما لوته السانستون وانا استانس على السانستون بالتحديد لأن الفيل ما لهم يذكرني بتليفونات وون بلس الزمانات عندي هنا لون السانستون غري اذا ما لدي غلطان وعندي هنا هم بعد لون السانستون بلاك وبومبر بالنهاية رح يكون في له متانة وصلابة رح يعطي حماية حق التليفون بشكل مناسب وبنفس الوقت ما رح يزيد وايد يعني من حجم التليفون أو سماكة التليفون مثل ما انتوا شايفين يعتبر يعني الكوفر ملموم هذا اللون اللي رح يكون اقرب حق المورنينج مست خلية الاسود هم بعد لانه شوف التكستر ما لها يا اخي انا وايد استانس على هالماتيريال سانستون من شركة وون بلس ومتوفرة بهاللونين احنا في شغل انتبهت عليها نفس الأوبورينو 5 برو 5 جي انه نزلوا البصمة الليه تحت بشكل وايدي كبير مكانها تعوت عليه بس ما دري ليش نزلوها لهذا المكان تشتغل بشكل وايد سريعي هي طبعا اوبتوكول ريدر فمرة ثانية من الجديد مثل ما تتوقع للمانا نحن نحط ببالك شغلة رح تفقدها لما تاخذ نسخة الامريكية بس رح تكسب 5 جي مع فويسوفرالتي فانت سدد وقارب ش اللي يهمك ما رح يكون عندك شريحتين عندك شريحة واحدة شي ثاني ما رح يكون في كفر داخل العلبة رح يطونك التلفون مع الشاحن فقط ما عنا في مكان حق الكفر ما دري ليش ما كان موجود انا وشي توقعت اصلا شركة الشحن باقت الكفر بس طلع بعدين ان النسخة الامريكية ما دري ليش ما كان فيها كفر فحط ببالك هالشي بس بالمقابل رح تحصل فويسوفرالتي مع 5 جي علقا مع شبكة دو في الامارات عندي انا كان متابع بالكويت قالوا لي احمد عندنا نسخة الامريكية بالكويت مو قاعد يشتغل 5 جي ما ادري ليش بس علاقا هنا بالامارات رب لك الحمد اشتغل معي بدون لا سوي اي شي حطيت كرتي 5 جي فولتي اراد يشغالين فبالنهاية اذا انت اكيد قاعد تشتري التليفون سعره 1070 دولار امريكي حق النسخة نفس الموجودة معي هي الـ 12 مع 256 طبعا UFS 3.1 طبعا PDDR5 هالامور هذي كلها هي الاحدث من ناحية نوع الذاكرة التخزينية واكيد الذاكرة العشوائية فتليفون متكامل من هذه الناحية احدث معالج احدث رامات احدث ذاكرة تخزينية كاميرا بطارية هالامور هذي كلها تجربة المستخدم واكيد مع شاشة الـ LTPO من 1 هيرس من 120 هيرتز تعادل تجربة مستخدم جدا ممتاز فانص اي واحد يفكر ياخذ هالتليفون للمان ان يفكر ياخذه خلي اخذه الـ OnePlus 9 هم بعد هالسنة رح يكون ناطرة هم بعد ان شاء الله رح اقيم لكم اياه بس الـ OnePlus 9 Pro اعجبني مع ان التليفون لا جديد يابلي فعليا بالسوق واتوقع بس شاركيني رأيك انت تحت هل انت متحمس حق هذا التليفون هل تتفق معي انه لا جديد بس هم بعد عاجبك ما عندك مشكلة معه رأيك تحتي همني واتوقع بس مشامونا على التالك سلامتكم تعيشون احمد وعركي فمالله الكريم ما اشتغل